أنا شخصياً متشوق جداً أن أرى أول ظهور نادي الأهلي حتى ولو كان في مباراة ده محتاجة أرى الكيت الجديدة أعمل إزاي؟ محتاجة أرى الصفقات الجديدة هتظهر إزاي؟ محتاجة أرى شكل كورة الأهلي مختلف، ممتع، مبهر، زي ما الأهلي دايماً عود وبالمناسبة أفكركم، يعني ما رعشوا بي نفس سكواد ده قبل حتى الصفقات أقدم كرة ولا أروع ولا أجمل في بداية الموسم الأخير منه لله بقى منه لله اللي كان السبب لكن على كل أحاول خلينا بصين دايماً لقدام وخلينا أسمع رأي كابتن أشرف في صفقات الأهلي الجديدة اللي أنتوا أنا متأكد أنكم السنين تشوفوا برونو سافيو، شادي حسين، وصفة ميسي هيعملوا إيه مع الأهلي؟ رأيك في الصفقات الأهلي الجديدة قبل ما أتكلم عن الصفقات والمراكز اللي الأهلي ممكن يكون محتاجة ومن وجهة نظر أشرف التوقيت الأنسب كمان لأننا نعمل الصفقات دي طبعاً من الموسم القبل اللي فات كمان نحن نتكلم أنه يجب أن يكون هناك تدعمات بشكل جيد شادي حسين حام اختيار رائع جداً أنا شايفه مهاجم قوي فيتر صحيح وكننا بنطالب أن يكون هناك مهاجم أفريقي عشان يكون عنده المميزات القوة الجسمانية واللياقة البدنية العالية ولكن شادي عنده المميزات دي في اشتراكاته والتحاماته انطلاقاته كمان في العمق يعني من أقل الفرص بيحرز أهداف لأ عنده مميزات كثيرة جداً جداً كمان يعني ضربات الرأس يعني بقولنها بنسبة 70-80% تمانا إن شاء الله تزيد عن كده كمان مهاجم قوي طبعاً جداً يعني من الاختيارات المميزة جداً اللي إن شاء الله هتفرق في المنافسة مع محمد شريف لأنه شريف المواسم اللي فاتت أعتقد إنه كان شوية مش حقول غرور ولكن إنك تبقى متواجد لوحدك كمهاجم لوحدك في النادي الأهلي شوية أو المهاجمين للتانين الموجودين بعيد بتريح بتحس إنه فلا فيه منافسة قوية إن شاء الله هتبقى موجودة حسام حسن معهم طبعاً وحسام طبعاً ترجل وضح مقتنع جداً كان بحسام حسن حسام عنده كتير لسه التوفيق غايب صحيح وقلة المشاركة في الفترات اللي فاتت شوية كانت مؤثرها بشكل كبير ولكن أتمنى إن شاء الله أنه يقدر يعود مرتين المستوية بيتهيالي أي ضغوط نفسية كانت موجودة على العيبة بسبب أنها مش وقدة فرصة أو أنها لما بتاخد الفرصة مش موفقة في الملعب أو في ضغط من جمهير على السوشال ميديا أو أنه وعد على الدكة والمدير الفني اللي كان موجود ما كانش مقتنع أو بإمكانياته تلاشت دلوقتي صح؟ يعني كل أنواع الضغط ده والتوتر ده من على أي لعب مش بكلم بس على مهاجمين نادي الأهلي لأي سبب من الأسباب تلاشة وكله بيفتح النهاردة بصبحة جديدة أو بداية جديدة للموسم اللي جاي فبتالي الحالة المعنوية عند الكل في أعلى مستواته المفترض أن الكلام اللي بتقوله يكون طبيعي جدا جدا عند الكل ولكن لعاب النادي لأهلي تحديدا لازم يكون موجود تحت هذا الضغط طول الوقت يا أحمد ليه شادي هو طبعا زهوره مع الظروف الفاريين النهاردة استقبلته الفرق استقبال كده يعني هو مش بعيد عنهم من تعرف كل أصحاب النهار طبعا السلية طبعا كنت أتمنى بس أن يكون فيه معسكر خارجي أو داخلي ولكن يعني فكرة اليوم الواحد أنا عرف هو معسكر اليوم الواحد ده يفرق ولكن المعسكر الخارجي شوية مع مدير فن جديد مع مجموعة لعيبة جديدة كان حيفرق كتير جدا جدا في الاستقرار وإن شاء الله أعتقد أنه الناحية الإجرائية هي الحاجة الوحيدة اللي أثرت على فكرة يعني فترة التوقف أعتقد أنه ممكن يكون فيه إن شاء الله في الفترات اللي بعد كده إن شاء الله يكون فيه فترة يقدر النادي لأهلي يكون فيه معسكر مغلق ده مع المدير الفن الجديد مع الصفقات الجديدة برونو أكرم طبعا برونو أكرم يعتبر صفقة جديدة السنة دي لأن أكرم ما شاركش لقريبا مع الأهلي الموسيق شبابات كورو فترة طويلة جدا افتقدناه بصراح جدا جدا الحقيقة وثقة الناس في أكرم هتتدينه دفعة كبيرة جدا جدا الحقيقة إن شاء الله للموسم ده ووجود كمان بعض الأسماء اللي كانت الناس مختلفة عليها أحمد زي كريم فؤاد مثلا وجوده في منتخب مصر الفترة دي رغم مشاركته البسيطة مع ناد الأهلي إذا أفنش الموسيق بشكل هاي يعني تتكلم في ست سبع مبارات معهم توجد في مقايمة منتخب مصر عنده إمكانيات كبيرة لكن أتمنى إن شاء الله أنه تكون دفعة كبيرة جدا ودفعة مهمة جدا في تواجده مع أكرم توفيه ومع محمد هيني في ناحية اليمين برونو وصفيو طبعا يعني مهاري بشكل كبير جدا عنده مميزات كثيرة جدا في أنه بيقدر يلعب في كل الناحة لجمال ثلاثة سواء رأس الحربة أو الجناح المين أو الجناح الشمال بيلعب رجليه الاتنين الاتنين بشكل مميز جدا كمان بيتمايز بدربات الرأس مهاري بشكل كبير جدا يعني النوعية دي من اللاعبين ما بقيتش موجودة عندنا في مصر بشكل كبير في الفترات الأخيرة أتمنى بس أنه يكون يعني على يعني الليقى البدنية إن شاء الله لأنه دي من أهم مميزات كمان كولر أنه بيلعب على الحتة دي بشكل كبير جدا بيجهز لعبته بشكل بدني رائع جدا هو يمكن الأعلى على مستوى الليقى البدنية لأنه في نقطة كتمر رايحة بقالها فترة طويلة أي جدا دخلها في شهر هو جاي من جاي شمال أنا أتكلم على أنه يشارك فيه أربع خمس بطولات خلال الموسم دي دي بالنسبة له هتبقى حاجة شوية متحد كبير بالنسبة له لأنه كمان بيلعب في مستوى مختلف المعتركة الإفريقي اليقى البدنية وقوة جسمانية والضغوط المباريات وضغوط البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهل كبيرة جدا جدا عكس اللي كان أكيد بيلعب فيه بوليبي وهي دي شوية اللي ممكن يعني تخوفنا ولكن طبعا على المستوى الفني والمهاري هو رائع جدا جدا أتمنى ليه توفيق طبعا بس عشان النقطة اللي أنت ذكرتها دي أشرف نقطة مهمة جدا وكانت جزء من واحدة من المشاكل اللي كانت قابلنا لالسان اللي فاتت أنه اللعيبة كانت واحد ورد تانية كده فيه لعيبة أنا فاكر فيه في أول ثلاث دقائق أحمد عبدالقادر بعد خمس دقائق صلاح محسن على ما أتذكر وبعدين لعيبة تتصاب وترجع تعالج وتعملها برنامج تانية وتخش معها فتتصاب تاني السنة دي برضو واحدة من المميزات والنقطة الإجابية هو فكرة القياسات البدنية والفحوصات الطبية وبصمة القدم اللي عملها الجهاز الطبي مع مخطط الأحمال لأنه يبدو أن الشغل بتاع الأحمال مش يبقى جماعي قوي السنة زي ما كنا نشتغل هو مستحيل يبقى جماعي مستحيل يبقى جماعي بزرط طبيعي مستحيل يبقى أنت بيتيس كل لعب وإمكانيات وقدرات وبالتالي القياسات دي هي اللي بتعمل ده كل واحد بياخد شغل معين في توقيت معين وبالتالي كانت مهمة جدا جدا وخلي بالك ده الطبيعي يعني بيعملوا النادي الأهلي ده هو ده الطبيعي في كرة الخدم في العالم أنه ده الطريق السليم والصحيح لبداية موسم مع مدير فني كبير زي كولر والنادي الأهلي بكل إمكانيات وكل البطولات اللي بيشارك فيها خلال الموسم لا طبيعي جدا أن يكون عندك قياسات بهذا الشكل خلال البدنية بتفري كتير جدا في استمرار العابي النادي الأهلي في المطولات دي بدون إصابات أو أنهم يوصلوا لأقصى حد من الإجهاد البدني والزهني زي ما تكلمنا قبل كتير طبعا